بايدن أكد أنه سيناقش مع قادة المنطقة مبادرة تتعلق بالطاقة إعادة ادماج العراق في محيطه وتقليل اعتماده على طهران سنناقش المزيد مع تسعة قادة من المنطقة سنناقش التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمليارات الدولارات للاستثمار في الشراكة من أجل الاستثمار العالمي للبنية التحتية انتهينا الآن من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية لربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكات دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت والسعودية وتعميق اندماج العراق في المنطقة وتقليل اعتماده على إيران